موسيقى السلام عليكم خوطي واشهراك ملابس بخير بو خوطي السمحولة البارح مادرناش فيديو لان على كل حل رم عل وشراه في فلسطين وكذا شغل مشي تاكي ما قوله اللي يعطي لقلبك كل يوم 3-4 فيديوات ولا زوج فيديوات على بانك يكون المتخب تكون اخبار بزاف يكونوا فيديوات بزاف ولكن الله غالب يا خوتي ناهضره كما قوله فوق القلب ولكن على الاقل الامور المهمة او المباراة او كما تشكيله تكلمنا عليها انا ما خرجت تكلمنا على المؤتمر الصحفي يعني امور المهمة تكلمنا عليها وقدرنا عليها الفيديو قبل ما نبدأ الفيديو هذا التشكيل المتوقعة كانت التشكيلات اللي ممكن يلعب بيهم وقدرنا نقول لكم علاش ممكن يلعب بيهم هالثلث تشكيلات اللي يدرتهم وثلاثتهم يعني تقدر تلعب بيهم أنا توقعت كما توقعت هذه هي لان منتخب الصومال بيكون صراحة ضاعف بيكون احتراماتي ضاعف فالتفاصيل هذه قبل ما نبدأ الفيديو هذا خوتي ما ننسى على كل حال ندعو الخوتينا في فلسطين ربي يرحم الشهداء وربي كما يقولوا يصبر الخوتينا الفلسطينيين وربي تاني كما يقولوا يشفي المرضى وربي ينصرهم على كل حال الدعاء مليح يا خوتي حاجة اللي تقدر عليها تديرها نبدأ بالفيديو عندما زوج مباراتين في الطارب بوسادة كما الجامعة على بالو اللولانية اللي رح نلعبها هي ضد الصومال 16 نوفمبر الخمسات الأشياء كما في فينينسون مونديلا في برقي في الجزائر هذه المبارات اللي رح نعطوا تشكيلاتها و بعد عندنا مبارات لفينتر لديزناف يعني تقريبا ما عندنا شي بزاف وقت نسافر و 10 سوايا يعني نكملوا مبارات غدوة من ذلك نحكم الطيارة نسافروا 10 سوايا و بعد غير غدوة من ذلك نلعبوا يعني 16 غدوة من ذلك 17 سافر 18 عندك تدريبات تمة 19 لعب يلي ما عندك شعر راحة ما عندك شعر راحة ما عندك شعر نهارا او تشموس او تخرج تحوس كما بانداري باريزوب كي سافروا يخرجوا يديروا تحوس ما عندك شعر الوقت عندك الوقت توصل تدريب غدوة من ذلك لا تصل في الو 10 سات صديب وقت شطير اسكي طيروا مبارات مباشرة يكون عندهم الوقت كافي أو يطيروا باريزوب سمح ربي 10 سوايا يلاحقوا في الليل غدوة من ذلك نظروا سمح دير تدريبات غير غدوة يلاعبوا الماتو وهذا هو اللي راح يخلينا كما قال جمال بالنظيف في المؤتمر الصحفي راح نلعبوه ماشي تقريبا بنفس التشكيلة وهذا اللي يعطيك الامر انه راح تقدر تدريب شوكيلات على الصومال على حساب على حساب المعطايات على المباراة على حساب الخصم على حساب المدة الزمنية اللي راح نرتاحه فيها يعني اكيد راح يدخل لاعبين اللي محتاجهمش لان الصومال اضعف فارق في افريقيا من حيث ترتيب الفيفا كما را كنت شوفوا اللي هنا اخر ترتيب الفيفا في كأس كما قولوا افريقيا اخر ترتيب الفيفا في افريقيا ما عندي ما نزيد باش نزيد نوضح للخاوتي علاش اللي قالوا لي ديرنا كما قولوا نقاط قوة وضعف الصومال تقريبا ما انجيش باش نروح ندير فارق او منتخب ماحتاج باش نروح ندير نقاط الضف ونقاط القوة نقول لكم علاش ماحتاج باش ندير نقاط القوة ونقاط الضف لان اول مباراة او اخر مباراة ربحها نقدروا نقولو آخر مباراة تربحها مع أنه آخر تصنيف الفيفا هو في إثريقيا آخر مباراة تربحها ربحها في 2019 مع الباليش أسكلمشي لكوب داثريك و لتصفية و لليان بون كوب داثري رأينا خلطها بين الشان و مع الباليش المهم آخر سنوات جاء التاوحهم آخر مباراة تربحوها الصومال ربحوها في 2019 نهاية 2019 آخر مباراة تربحوها في 2019 مباراة تربحوها في 2019 خسروا ضد جي بوتي في 2021 ما يلعبوش بذلك مباراة تقريبا ما عندهم مش فارغ ما علبة ليش أنا بوع منهم رمي اللعب و ترتيب الفيفا آخر كده منه خسروا ضد جي بوتي 1-0 خسروا ضد وسمهم صوماليا في 2022 3-0 خسروا في وسمها لا لا خسروا ضد إسواتيني هادية 3-0 في بلادهم خسروا ضد إسواتيني زوج 1 في 2022 خسروا ضد طنزانيا في 2022 1-0 خسروا ضد طنزانيا في طنزانيا 2-1 خسروا ضد نيجر 3-0 خسروا ضد سيراليون 2-0 يعني خسارة 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 أو آخر مباراة ربحوها في 2019 ما عندي مزيد نظر يعني لازم تدخل بتشكيلات تانية باش نوضح الخوطي شوفوا درت تشكيلات تلت تشكيلات يا خوطي اللولانية درت كما قولوا 3-4 3-3-4-3 ولكن مش اللي رح نفضلها أنا تقدر تلعب بها عادي جداً ولكن مش اللي رح نفضلها يدير زغبة حارس المرمى واسمه وماندرية يخلي المباراة الليلة أقوى من سوماليا تحبوا الله تذكره عندك الجيهة اليمنى ظاهر جيتون عندك وسط الميدان يقدر يدير ماندي ومن الجيهة الظاهر الأيصر يقدر يدير العروسي يقدر يدير أيتنوري وأنا نضم لأيتنوري يخلي المباراة الجاية أنا نضم هذا يدير العروسي في وسط الميدان بنطالب زروقي شايبي ملجيها اليمنى وقدموا الناس ملجيها اليوسرى قويري إيدا على هدرت قويري دم أقول لكم على هدرت قويري درت قويري لأن الماتش اللي منها إيدا عمورة يكون واجد مئة بالمئة يعني باش يقدر يلعب الماتش الجزيب تعلقه الوديزنات تلاحي حتى قويري يقيلوا فرصة في المباراة تيمها باش يتعلق باش يزيد يربح كونفيونس تعموا المباراة الأخرى قويري أو قتلكم عمورة إذا كان واجد مئة بالمئة يعني عمورة يسهل لأب هذه المباراة لأنه أقوى من صوماليا وتانيك عنده خبرارة أو لعب معنا بزاك مع قويري يخليه باريسوف لأنه لازم يربحه تلتة ميقات دم تتكلموا في آخر الفيديو على هدى التلتة ميقات ورأس حرباء بونجاح والماتشدزيامي حتى رأس حرباء يسلها مثل إمامي باش يريح اللاعبين ومباراة كما قلوا سوماليا بهذا اللاعبين نورمال موت تربحهم بو ما تقيم مفاجآت لأن هذا المنتخب يجي يغلق لك وخلاص وينتظر مرتدت ما ينتظرش مرتدت أصلا ما يجي يغلق لك يخرج معك بتاع عادل زيرو زيرو المهم ما تمركيلوش على هذك اللي هات تشكيلة ممكن يلعب بها جامل بالماضي بساعة من توقحهش علش من توقحهش يتوقع أنه ممكن كان تشكيلتين اللي يتوقع يلعبهم هذك يقدر يلعب بها جامل بالماضي ربعة ثلاثة ثلاثة هكذا يجرب لعبين كده منه يدير الخطة اللي لعبنا بها مؤخرا ربحنا خمسة واحد هي ربعة ثلاثة واحد ربعة ثلاثة واحد تقريبا بنفس الأسماء ولكن رح تكون أكتر نزعه هجومية مليحة يعني رح يكون عندك تقريبا ربعة دفاع عندك زروقي بنطال بخليه للور عندك زروقي عندك طالق زب العروس يطلع غير على رواحكم على كل حاج وبنطالب بيدي فوندي جامي مع ماندي وتوقاي يعني يقول له عندك تقريبا نديره مهاجم العروسي أو أي تنوري يدعب ديره مواجم غير مواجم والناس مواجم شايفيوا مواجم وبنجح مواجم رح تحطي لهم إركيبات تقدر تسجيل عدد كثير من الأهداف هذي هي تشكيلات زغبة عيسى ماندي توقاي عبطال يخليه للمباراة الأخرى العروسي أو أي تنوري أي تنوري في تشكيلة اللي رح يجاية 100% إذا لعب بها رح يلعب أي تنوري مباشرة دقوا نقول لكم علش عندك في وسط الميدان زروقي بنطالب شايبي والناس قويري بونجح شايبي علش قولي تحطه هنا ثم ما تحطهش في المباراة الأخرى لا لا تقدرش تستغنع لكلش كلش يعني رح تقصر بس زيرو ودير اي كيف اللي جامي لعبت بيها شايبي مازال صغير في السن يقدر يلعب هذه المباراة ويقدر يلعب المباراة الجاية ريض محرسانك يقدر يلعب المباراة وصاب عامل السن يعني يعطيها الأدم والناس يدري بليه دير حالة يقدر معه ضد الصوم يعني أدم والناس اللي تتكل عليه مش هيسعة ما لعب اللي تخاف ما يقدمش ولا ما عارفوها أدم والناس هل هذه اللي ريض محرس نخليه المباراة اللي مليه ونحطه أدم والناس عندك بونجح وقويري من نايا مدى التشكيلة اللي آخيراً وهذه هي اللي ممكن راح تكون قوية جداً 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 باشي لعب بها على الأقل إذا مشي الأسماء وإذا اختلفنا في الأسماء راح تكون تشكيلة هادية تقريباً بنسبة كبيرة أو الخطة بنسبة كبيرة اللي راح يلعب بها مواشا راح يلعب 3-4-3 تقول لي كيف شهادية 3-4-3 على اللي اللي اللعبوا بها ونقول لك لي أن صومانيا مشي منتخب آخر في ترتيب الفيفا عندك مدافعين اللي يقدروا يعسوهم ولكن تشوفوا من آخر مباراة ربحوها 2019 2019 يا أخوتي 2019 يعني 5 سنين آخر مباراة عندها 4 سنين 2019 عندها 4 سنين تقريباً نقولها 4 سنين يا سيدي في ديسمبر 2019 يعني تقريباً 4 سنين 4 سنين ما ربحوش مباراة يعني ما تحتاج ديثاء ما تحتاج ثلاثة مدافعين هذا ماذا؟ ثلاثة مدافعين ويعونوهم أكيد وسط الميدان زروقي بن طالب فقدرت زغبة يكون حارس الملمى عندك منا قيطون عندك منا توبة وعندك في وسط الميدان يعني قلبه وسط الميدان هو عيسى مندي ثلاثة مدافعين قيطون مندي وتوبة عندك لماذا قلت لك هنا اي تنوري اي تنوري هنا يا رح يلقب شوية دفاع يعني حبيت اقول لكم ضد الصومان ما رح يحتاجه دفاع تقريباً يكورة تقتص في وسط الميدان دي جاراني عندما أربعة في وسط الميدان رحوا شايفين اي تنوري كما قلوا نديره وسط ميدان هجومي كما قلوا ظاهر متقدم رحوا شايفين عندك اي تنوري اي تنوري يلا ابناء قويري يعاونوا عندك شايبي يلعب معاه والناس يعاونوا او اذا ملعب شايبي يخليه للمباراة الجاية هنا يدخل دورة حفاغولي يدخل حفاغولي يلعب كما قلوا وسط ميدان كما قلوا وسط ميدان اي تنوري وسط ميدان اي تنوري فهمت وش حبيت نقول عندك والناس وعندك ويري وعندك بونجا هذه الخطة تقريباً هجومية مئة بالمئة ما تحتاجش ديتاء ضد الصومال هذه هي اللي حبيت نقولها وش عندك الاهم من كل هذا الشي لازم نربحه قال المباراة تقريباً احنا لازم نهرب وهذه ما ما زال عندها وقتها لأن احنا نحكي لكم باريزومب وسم المجموعة تعنا عندنا كما قلوا الجزائر شابو عندنا بوتسوانا عندنا بوتسوانا وعندنا غينيا احنا اللي يخوفنا تقريباً غينيا وزيد لها شوية بوتسوانا بوتسوانا وغينيا هادوما لازم نهرب عليهم في النقاط لازم نهرب عليهم بالنقاط لازم نتأهلوا إلى كأس العالم مبكراً يعني نكونوا هاربين بالنقاط نحاولوا كما بوتسوانا هادوما وغينيا نربحوهم آليروتور يعني آليروتور المقابلات المواجهة معهم لكي تهرب عليهم بسيبوا على الأقل على الأقل كما قلوا في الجولة التامينة لأننا لابد عشرة مباراية في وسمه تصفية هذه كأس إفريقية نكونوا في المباراة السابعة إن شاء الله لازم نكونوا متأهلين رسمياً يعني حتى أو كما قلوا حتى وتكون باريزوم في ديرك عادل في المباراة التامنة وبعد تخسر زوجه مباراية الأخرين تبقى متأهل أنترك هارب بالنقاط هادي مني حالينا بس نتضمنوا وتأهل تعنا وما تكونش عندنا مفاجآت حاجة تانية أنك تربح مباراية ودي يعني يبقى والتلت مباراية الأخيرة تلعبهم كمباراية تذية تصفية هذه ما نخلوه دقائق الأخيرة المباراية الأولى هذه لازم تبدأ بقوة لازم المباراية الأولى المرتش الأولى المرتش الدوزيم مرتش تروازيم مرتش كاترييم مرتش سنكييم هذه لازم تضرب بقوة لازم تحاول تربح حمقع تربحih حمقع تربح حمقع كمش integer من جمع على الأقل 15 نقطة 5 مباراية الأولى كما قلت بدأت تهرب في النقاط على الدوزيام هذه ضرورية جدا هذا وش نقدر نقول لكم في هذا الفيديو خوتي الصومل عليها قدرت لكم منامو وش رأيكم انتم في التشكيلة الاخيرة ثلاثة اربعة ثلاثة انا نظن هذيكية ومنحتاجوش رياضة محرازة منحتاجوش رامي بن سبعيني يا عيل تنوري منحتاجوش درتوا في واحدة تشكيلة وفي واحدة تشكيلة لا لان في واحدة تشكيلة يلعق هو اللي يلعب هذا وش نقدر نقول لكم خوتي ما نطوش عليكم ومنسوش خوتينا فلسطينيين قلب الناره معاكم يا خوتي ما نطوش عليكم خوتي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام